أرحب بضيفي من بغداد الكاتب والبحث السياسي نجم القصاب أستاذ نجم مهلا بيت معنا في سكاينيوز عربية اسمح لي أن أبدأ معك بداية بالضربات الثلاثة أو الضربات الأمريكية القصف الذي استهدف ثلاث مراكز أو مواقع في وسط العراق لأدى أيضا لمقتر عنصر من فصيل موالن لإيران وهذا الرد الأمريكي الذي أتى بطبيعة الحال كما تقول المصادر بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونسأل هنا بأنه لربما إلى أي مدى الواشنطن محرجة في مسألة الرد من عدمه والخيارات المطروحة أمامها في الرد على الهجمات من الفصائل التابعة لإيران شكرا على الاستضافة يعني أولا الرد الأمريكي كان على بعض مواقع التابعة لفصيل أو فصيلين وهذا الرد الجديد خصوصا حينما تم استهداف موقع في شمال محافظة واسط أي الكوت وكذلك موقع في بابل ويعني الولايات المتحدة حينما شعرت بأن تم الاستهداف في أربيل وإصابة بعض الجنود الأمريكان وأحد الجنود في حالة خطرة قامت بهذا الرد أما في الضربات السابقة كانت تستهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار والحرير في أربيل وحتى السفارة في بغداد لن يكون هناك خصائر أو لم تصل هذه الضربات إلى قلب أو إلى مركز هذه المواقع أو هذه القواعد هذا الرد هي رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة حينما تستدرك أو تشعر بأنها تعطي خصائر بالأرواح كإصابات أو كوفيات بالتأكيد تكون هذه الردود لكن كل المؤشرات والمؤطيات بأن حكومة السوداني في الضربات الأخيرة من قبل بعض الفصائل على السفارة في بغداد تم القال قبض وهذا يعني ينبغي على الولايات المتحدة لا تقوم بهذه الردود حتى لا يحرج السيد السوداني وحكومته لكن على ما يبدو الولايات المتحدة قد استعجلت في هذه الضربات بالتالي الحكومة الحالية هذا سألتك عن مستوى الحرج يعني اليوم هذه الضربات لا يتم التنسيق هل يتم التنسيق مع حكومة السوداني قبل شنها لا لا ليس هناك تنسيق وليس هناك موافقة يعني هذا انتهاك للسيادة وهذا ما تحدثت به يا جنابكي ششرتي إليه نعم انتهاك وإحراج لحكومة بغداد لأن الحكومة الحالية استطاعت أن تستقطب كثير من هذه الفصائل وهناك فصائل قد اشتركت في الانتخابات المحلية والبرلمانية في 2021 وحتى الانتخابات الأخيرة قبل أيام بالتالي اشتركت في السلطة التنفيذية والتشريعية لكن هناك فصيل أو فصيلين لم تقم بالمشاركة لا في الانتخابات ولا في المشاركة في الحكومات المحلية والمركزية ما زالت ترفع شعار السلاح والمقاومة على تواجد الامريكان في المدن العراقية لكن انا اعتقد حكومة السوداني سوف تلاحق كل من سواء هذه الفصائل أو هؤلاء الأفراد الذين يقومون بهذه الاستهدافات وبالتالي نحن لا نحتاج إلى فوضة وحتى اغتيال موسوي في سوريا من قبل إسرائيل اعتقد ستكون هناك ردود وضغوط على بعض الفصائل من قبل إيران من أجل زيادة الاستهدافات هل تتوقع أنه يكون الرد الإيراني نعم في توعد من قبل إيران على مسألة اغتيال الموسوي طبعا هناك ربط للصاحات العراقية السورية وحتى أذهب إلى الصاحة اللبنانية ولكن هذه المرة ترى بأن الرد سيأتي على أي صاحة على اغتيال الموسوي وعلى هذه الضربات باعتقادك باعتقاد إيران في هذه المرة سوف لن تسكت لأن كثير تعرض إلى ضربات وإلى اغتيالات شخصيات قيادية إيرانية في سوريا في لبنان حتى في العراق بالتالي تكون هناك ردود أما عن طريق فصائلها المتواجدة في سوريا في لبنان في العراق أو تكون هناك ردود مباشرة أنا أستبعد تكون ردود مباشرة من قبل إيران لأن إيران تعاني ما تعاني من ضيق وحصار اقتصادي وأزمة داخلية وانهيار العملة الإيرانية التومان بالتالي لا ترغب بجعل هناك أكثر عقوبات من قبل الولايات المتحدة كل المؤشرات والمعطيات بأن الأيام المقبلة تكون هناك ردود من قبل هذه الأطراف الموالية لإيران وكذلك من قبل الولايات المتحدة رغم أن حكومة وعشرط لا ترغب التصريح لأنها مقبلة على التهاب فقط للحفاظ على ماء الوجه هنا أريد أن أستشهد بمقاله الرئيس السابق دونالد ترامب عندما قال أنه بعد ما تم اختيال قاسم سليماني تلقى اتصال من قيادات إيرانية وقال نحن مضطرون للرد بصواريخ وتعاهدت إيران حينها بعدم استهداف مباشر للقواعد العسكرية الأمريكية ولكن قالت فقط لأنه مضطرين للرد لحفظ ماء الوجه هل ترى اليوم هذا السيناريو مشابه لما حصل بعد اختيال سليماني أم أن الوضع اليوم مختلف مع إدارة بايدن؟ لا حكومة بايدن تختلف عن حكومة ترامب حكومة بايدن إلى هذه اللحظة مترددة ضعيفة لم تتخذ قرارات أو إجراءات صارمة أو رادعة مثل ما كان يتخذها الرئيس السابق ترامب لكن كل المؤشرات إيران تحاول استخدام أدواتها الفصائل الموالية إليها عن طريقهم تكون الضربات مرة في سوريا مرة في إيران مرة في لبنان وحتى في العراق وفي اليمن خصوصا بعد التصعيد الذي حصل من قبل الحوثيين بالتالي هذه كلها تجعل إيران تتفاوض بقوة بهذه الأدوات لكن أما أن يكون رد مباشر من قبل إيران أنا أستبعد ذلك ماذا عن الولايات المتحدة؟ هذا مستوى الرد اليوم كان بما يبدو عند بنك أهداف مطلع على مراكز تواجد هذه الفصائل المسلحة التابعة أو التي تنتمي لإيران هل تتوقع بأن نشهد لربما صعيد في المرحلة المقبلة أم أن الأمور تتجه كما تقول بعض المصادر لتسوية تربط بين الوجود العسكري الأمريكي في العراق والواقع أيضا في سوريا للقوات الأمريكية بالتصور التصعيد من قبل الولايات المتحدة باتجاه هذه الأطراف أو هذه الفصائل الفصائل لم يكن حقيقة سيكون أكثر مما حصل ليلة أمس الأمر الآخر حتى تواجد الأمريكان في هذه الدول وخصوصا في القواعد في المدن العراقية كالأنبار وكذلك كاربيل وحتى في بغداد ليس هناك توحيد في القطاب بإخراجهم من هذه المدن نعم هناك من يتحدث بالإعلام فينبغي على عدم تواجد لا مستشار أمريكي مدني ولا عسكري ولا جندي أمريكي لكن في واقع الحال هناك مفاوضات حكومية مع الولايات المتحدة تفضي لجعل التهدئ هنا وهناك وحتى الموقف السياسي السني والكردي وحتى الشيعي أغلب اليوم القوى السياسية المشتركة في العملية السياسية هناك تفاهمات وهناك اتفاقيات قد أبرمت مع الجانب الأمريكي بتواجد هذه القوات في القواعد الموجودة داخل الأراضي العراقية أما هذا التهديد والتنديد المستمر من قبل بعض الأطراف أعتقد لا يفضي بما يتحدثون به وحتى كثير من هذه الفصائل التي كانت تقاوم الأمريكان بعد 2003 وحتى استهداف السفارة الأمريكية الآن اشتركوا في العملية السياسية على المستوى التشريع والتنفيذي إذن انقسام موجود حاصل داخل هذه القوى السياسية وحتى داخل الفصائل التي ترفع شعار المقاومة شكرا لضيفي من بغداد الكتب والباحث السياسي نجم القصاب